بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا خلاص الأيام العشر دخلت وخلاص أيام النور والبركة والسرور والفتح ربنا سبحانه وتعالى مد بسطها وخلاص ربنا سبحانه وتعالى أزن أن احنا نحضر الأيام العشر اللي جعل الله سبحانه وتعالى العمل فيهن خير من أي عمل ممكن يعمل الإنسان في كل السنة ولذلك الله سبحانه وتعالى يبسط العطايا ويفتح الخزائن في هذه الأيام العشر نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعلنا ممن فازوا بهذه الأيام العشر اللي العمل الصالح فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من أي عمل صالح في غيرها من الأيام ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في الأمام القادمة إن شاء الله ونكون من حجيك بيت الله حرام تعالوا بقى نتكلم النهاردة النهاردة يوم الاتنين اللي بنتكلم فيه دايما عن حاجة مهمة جدا جدا في حياتنا بنتكلم عن مستقبالنا بنتكلم على إزاي نبني مستقبالنا بس كمان المستقبل ما بينفعش من غير الجزر النهاردة نتكلم عن الجزر إيه الجزر ده؟ النهاردة نتكلم عشان فيه حياة ظهرت كتير الأيام دي في الأيام دي بنحتفي وبنمتن لكل أب في حياتنا فكل وقت وكل الأباء إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل الأباء في كل وقت وفي كل حين بخير وعافية ودايما يكون مصدر دعم ومسندة وحماية ووعي وقوة وأمان لأولادهم خلينا نقول إن الأب يا سادة من أكبر النعم إن ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا في حياتنا بيه لأنه جزر الحياة جزر الحياة لحياة كل واحد فينا وعشان كده النهاردة هنتكلم عن دور الأب في حياتنا وخاصة إن دور الأب في حياتنا بدأ يبقى عليه حالة من حالات عدم الامتنان وعدم الإحساس بيه بشكل كامل ولأن الأباء جزء منهم كتير ما بيتكلموش عن أنفسهم إحنا النهاردة جايين نتكلم عن دورهم ولأن بالأب الإنسان بيعرف نفسه وبيفهم حياته حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما سؤل عن من أولى الناس بحسن صحابتي قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك فالأب موجود صحيح أدوار الأم متعددة لكن دور الأب دور أساسي ولذلك وكأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم جعل أعظم دورين في حياتنا هو دور الأم ودور الأب أحساس الأب إن محدش شايفه كتر الأيام دي وإن الناس قلصت دوره بشكل كبير جدا جدا وخاصة داخل الأسرة في توفير موارد الاقتصادية للبيت وكأنه بقى عنده دور سانوي ما بقاش دور أساسي في الأسرة ولا دور أساسي في الحياة مش بس كده وكمان تركمت صور نمطية كتيرة جدا 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 للأب في السنين الأخيرة وتورسناها وبقت يمكن هي دي الصور الأساسية اللي بييجي لما حد بيتجاوز بيحاول يقاوم أن الزوجه يبقى في الصورة دي أو أن الأبناء يخافوا أن أباهم يكونوا الصور النمطية دي والصور النمطية دي بتفتت وبتفتت عظم الأباء وتخلق جهدهم وهمتهم تقل خاصة لو كان الأب ده حديث الأبوة لسه مخلف جديد أول صورة نمطية أنه هو حد مش قد المسئولية ومع أني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم جزء من فهمنا لمسألة الزواج أنه يكون قادر على مسؤولية الأبوة وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم البقت فليتزوب وبعد كده قال لكلكم راعن وكلكم مسؤولون عن رعيتي الرجل راعن وهو مسؤولون عن رعيتي يبقى أول حاجة أول صورة نمطية بتخلي الناس تبقى في حالة سيئة لا بقى في حالة سيئة أنهما يتقال عنهم أنهما مش قد المسئولية تاني صورة كمان نمطية أنهما مش مهتمة غير بنفسه وهو شخص أناني وفيه دعاية كبيرة جدا جدا أنا معرفش مين اللي بيدعم الكامبين دوت أن الرجال أصلهم نرجسيين أن أكتر رجال نرجسيين دي مشغول أو كده عند كتير من الناس بس ذات كتير على الناس كتير على الرجال أنهم ما يعيشوا في السورة النمطية دي السورة النمطية التالتة والأسوأ أن الاهتمام أنه هو دايما بيتم من الاهتمام خارجي عنده أكتر من الاهتمام الداخلي يعني يتم برا أكتر من يتم بالأسرة ليه طيب؟ عشان هو بيحب المنظرة أن السورة النمطية الرابعة أنه هو بيحب السيطرة مش بيحب الحنان مش انه احنين لا ده هو كل يهمه انه هو يسيطره بس سورة كمان خمسة انه هو مش بيتحاور وانه هو بيستخدم العنف الكلام في اغلب وقته سورة نماطية دي كلها سورة تخلي سورة الاب من اسوأ ما يكون واضف اللي ده بقى سورة نماطية خفية كده اللي هي سورة استلحنا انا تسميتها سورة الاب العادي اللي هو ايه الاب العادي الاب اللي هو دايما بيحاول يمرر الامور ويحافظ على استقرار البيت انا بسميهش الاب العادي انا بسميه الاب الهادي اللي هو دايما بيسعى الاستقرار ما يحبش الانفعال ويعمل ايه ويوزن مسائل ويهدي الناس لما تنفعل وياللي يحصل ويكون دايما سبب من اسباب عودة الهدوء للبيت ويسكت الناس وما يخلهمش ينفعله على بعض السورة المكونة عن عن الزوج او عن الاب ان هو مش مسئول ايه اللي بيحصل بيبقى دي حاجة سيئة جدا وخاصة في الاب الهادي ده ان هو شخص مش مسئول ولكن هو بيعمل كده عشان يعد يهدي اولاده ويعد الامور بس مع ان الرجل الاب الهادي ده ده ربنا رزق وصبر وطولة بال ورحمة وهو شخص من اكتر الناس اللي فاهمين دور الاب وعشان كده بلاش نهدر حق الاب الهادي ده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان صموطا وكان من اهم السمات اللي حطها للاب وهي سمة مركزية للاب وهي التغاضي